في غضون أيام معدودة كشف تقريران اقتصاديان عن فداحة الأوضاع الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية بدءا من تقرير بعثة صندوق النقد الدولي وحتى مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية إشارات ركزت على الضرار الناجم عن القيود الإسرائيلية وتراجع المنح الخارجية بعثة الصندوق كشفت أيضا أن الاقتصاد الفلسطيني يواجه مخاطر تباطء واسع للنمو مع ارتفاع مزمن في مستويات البطالة والفقر والتضخم قائمة التحديات تضم الاضطرابات السياسية والأمنية والاجتماعية والقيود المفروضة على الحركة وضعف تحصيل الإرادات من المنطقة جيم الواقع تحت السيطرة المدنية والأمنية الإسرائيلية البعثة حثت على ضرورة التوصل إلى اتفاقات حول ملفات رئيسة تضم رسوم المناولة والعبور عبر جسر الملك حسين والضرائب ونقل إدارة الجمارك وحل قضية المراسلات المصرفية ونبه الصندوق إلى أن الدين العام الفلسطيني ارتفع من 34.5% قبل الجائحة إلى 48.5% حاليا بدوره كشف الأونكتاد أن 36% من الفلسطينيين يعيشون تحت خط الفقر كما ظلت البطالة عند 26% المشهد يبدو أكثر قتامة في غزة حيث أكثر من نصف القوى العاملة عاطل عن عمل و83% منها يحصلون على الحد الأدنى للأجور وتشير المؤسسة الأممية إلى العوائق المنهجية من قبل الاحتلال وتفتيت الاقتصاد الفلسطيني وحرمانه من الوصول إلى الأسواق ما أوصل العجز التجاري إلى 37% من الناتج المحلي الإجمالي وفي قبضة الاحتلال ثلثة إرادات المالية الفلسطينية وتراجع مساعدات المانحين إلى 300 مليون دولار العام الماضي مقارنة مع ملياري دولار العام 2008 عمليات الهدم، التفتيت، القيود، الحواجز، ضعف المغارد والصادرات قائمة المشاكل والمعوقات تطول ما دامت إسرائيل تمارس ذات السياسة في غياب للمجتمع الدولي